يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التليفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر وصباح الخير عليك يا مصر صباح الفول عليك يا مينة وصباح الفول اللي أعرفتكم كلكم ربما بدأت العزومات الرمضانية وبدأت الموائد الرمضانية المختلفة وكلنا عارفين أننا يعني كمصريين عندنا تقاليد كده مختلفة في الفطار في رمضان عندنا ما قادر رمضانية ربما تكون متميزة جدا عن كل العالم العربي بتبدأ بمجموعة من العصائر ويبقى فيها يعني عدد كبير من الوصفات وبتنتهي بصنية من صواني البسبوسة أو الكنافة فاحنا يعني عندنا أكتر من حاجة بنعملها والمطبخ الرمضاني عندنا في مصر عنده أكتر من صنفة بيعمله سؤالنا النهاردة بالتأكيد عندك عدد كبير جدا من الأكلات اللي بتخش تحت بند المفضلة الأكلات المفضلة إليك سؤالنا النهاردة إيه هي أحسن أكلة ممكن تعملها في شهر رمضان وعمرها ما خيبت معك إيه هي الأكلة يا منا اللي تقدر تقول إن هي أكلتك المفضلة أو الأسهل يعني أن أنت لو عملتيها بتطلع زي الفل أطلب وأتمنى اللهم ما صلي عن نبي بس بعدني يعني حلويات بحبش أهضر فيها مجهودش بحس إنه يعني خلص بقى أنا عملت تواجن شغال شوف إنت عايز إيه محاشي أعمل الخلطة بس كده مش حاود ألف يا مصطفى ورق عينب وكرومب وضيع أربع ساعات علشان يخلصه في 15 ثانية لا مش هعمل كده لكن أعمل الخلطة وحد يساعدني يلف حال القصة كلها مش قصة إنت إيه الأكلة اللي عمرها ما خيبت معك إنت طول ما إنت قاعد ومركز وبتعمل بحب وبود أنا ما عرفش بس ليه أعمل مقادير يعني أنا مش من الناس اللي أقول لك حط نص كباية مش عارفة إيه لا أنا بطبخ بالنظر بالإحساس مامتي كده وجدتي كده ما هو كده في السلس فمعرفش أقول حط نص معلقة مش عارفة إيه وبهارات إيه أنا مش من الناس اللي بهارات كتير في الأكل بحس إن بتضيع طعم الأكل لو أنا حطيت بهارات كتير قوي ومش عارفة يعني هي بقالنا فترة كده طالع قوي بزات في برامج التليفزيون الخاصة بالطبخ مش عارفة معلقتين إيه وكمون وبابريكا وحاجات كتير قوي ما كانتش بهارات موجودة عندنا في المطبخ المصري فمضيع طعم الأكل اللي إحنا متعاوزين عليه كنا في بيوتنا يعني أنا فاكرة كويس قوي إن جدتنا وجدودنا كنا ما نيجي ناكل في بيوتهم كنا بناكل الأكل متبهر بملح وفلفل شوية أكلات بيتزود عليها كسبارة مثلا لو حاجات من اللي بيتحط فيها تومو بتاع ده الحاجة الأكستر القاءه لكمون مع الأسماك أو مع البقوليات غير كده دخلت بقى كميات كثيرة جدا من البهارات ضياحة الشكل بتاع أو الطعم الأصيل بتاع زمان أو الطعم اللي إنت كنت بتعاود تكله في بيت أهلينا زمان فأنا برجأ للشكل ده من الطبخ لما باجي أعمل أكلة بعملها على قزيمة حلوة وبستخدم سمنتها يعني مش بعملها هالثي لا لا مش داين بتفرق قوي انت بقى بتعرف تعمل لا أنا معرفش أعمل أنا بقى أكل بصراحة صحة وهمة لكن أنا بس تعملش طبقة صلطة لا أنا بقى أعمل طبعا الصلطة والعصائر والحجاج دي اه طبعا تخليش شوية كركديه كل الكلام ده سهل جدا لكن بالنسبة لي الأكلة المفضلة تضرب لك فراولة في الخلاط صنية الفراخ بالبطاطس شوية رز بشعرية يا سلام برك الله في مرزك يا سلام حاجة يعني بسيطة وسيمبل طيب ما فيه احترافة هو فيه أداء فيه طبعا طيب خلينا نعرف بقى الناس بتعرف تطبخ إيه وندردش معاهم ونسمع عرقهم ونشوف يمكن يعني يدونا وصفة جديدة وأكلة جديدة يقولوا لنا يعني بيعملوا إيه في خلال ساعات النهار بزاة ربات البيوت اللي بيتفرجوا علينا أكيد عندهم وصفات مختلفة وحاجات مختلفة كتير إيه أكتر أكلة ممكن تعمليها في رمضان أو أكتر أكلة ممكن تعملها في رمضان وعمرها مخيبة معاك وفيه أصلا حاجة اسمها كده فيه أكل عمرها مخيبة معاك ده سؤالنا اللي موجودة على صفحتنا على فيسبوك مستنيين إجاباتكم حنستعرضها معاكم في خلال حلقات النهاردة صباح الفل عليكم صباح الخير يا مصر